في ميرف متحرك آخر ذي صلة بالاستقرار المجتمعي والسياسي اجتمعت الكتل الكردستانية والسنية في دار رئيس مجلس النواب النيابية محسن المندلوي لتوضيح مشروع قانون إعادة العقارات والأراضي المصادرة لمالكيها في كاركوك وقال رئيس كتلة جماعة العدلة بمجلس النواب عن إزالة الكثير من العقبات عن طريق إلغاء قرارات مصادرة الأراضي لغرض إدراج مشروع القانون في أقرب وقت في برنامج العمل والتصويت عليه وما يزال في توشيع والسنة معرقلا للمشاورات قبل تفاهمات جديدة تخص أكثر من مليون دونم في محافظة كاركوك يتنازع عليها العرب والكرد والتركمانة بينها عشرة ألاف دونم في قضاء الطوز بمحافظة صلاح الدين